الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق نشرة الأخبار مع جلال إبراهيم وتتابعونا في عنوين الرئيسية لهذه الليلة منذوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور بشار الجعفر يقول إن بريطانيا بدأت تبحث عن دور متطرف بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج أهالي كفرية والفوعى المحاصرتين وخروج المسلحين وعائلاتهم من الزبدان ومضايا رئيسة مجلس الشعب تدعو أمام مجلس الاتحاد الروسي برلومانات العالم لإدانة العدوان الأمريكي أصعد الله مساءكم بكل خير هذه نشرتنا الرئيسية نقدمها لكم من قناة الإخبارية السورية في دمشق موسيقى موسيقى خلال جلسة لمناقشة مشروع قرار فرنسي بريطاني أمريكي بشأن ما جرى في خان شيخون قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور بشار الجعفري يبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يدفعها للبحث عن دور جديد يتمثل بالخطاب المتطرف يبدو السيد الرئيس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يدفعها للبحث عن دور جديد يتمثل في هذا الخطاب المتطرف غير العقلاني في هذا المجلس بما يذكرنا بالدور الإجرامي لرئيس الحكومة البريطاني الأسبق توني بلير في غزو العراق قبل أربعة عشر عاما بعد فبركة خرافة أسلحة الدمار الشامل العراقي ودفع الفيل الأمريكي إلى تكسير الخزف الحضاري العراقي الغني بها مجية ما زال الشعب العراقي يدفع ثمنها حتى هذا اليوم بدوره قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن عملية جينيف تطورت حيث ناقشت الأطراف السلال الأربع مؤكدا وجوب أن يكون هناك وفد موحد للمعارضة السورية وأن لا تتدخل الدول بالشؤون الداخلية لسوريا سافرانكوف قال إن ريان مندوب بريطانيا يهدف لعرقلة جهود ديمستورا من خلال أسلوب هجومي لأنه يعجز عن النوم بسبب تعاون روسيا مع الولايات المتحدة مضيفا أن مندوب بريطانيا يتقدم بمطالب مهينة للدول الراعية لأستنى ومشيرا إلى أن الدول الأخرى تقول أمرا في مجلس الأمن وتفكر بطريقة أخرى ثم تتصرف بطريقة ثالثة سافرانكوف قال إننا نحتاج لإجراء تحقيق بشأن خان شيخون وقد فوجئت أن الفرنسيين توصلوا لاستنتاج يحمل دمشق المسؤولية معبرا عن دهشته من هذا الاستنتاج بيان سعادة ممثل المملكة المتحدة سيد رايكارت أظهر هذا البيان أن كل ما يفكر فيه هو تعقيد جهودك سيد ديمستورا لكي يمنع العملية السياسية من المضيق خضماً تحقيق نتائج واعتماد سلوك هجومي في المجلس الجميع في الأمم المتحدة يعني ذلك يعلم أنك تخشى وتعجز عن النوم لأننا ربما نعمل معاً مع الولايات المتحدة ونتعاون مع الولايات المتحدة هذا ما تخشاه أن تتبذل كل ما فيه الساك لكي تحرص على أن هذا التعاون سيتم تقويده خروج عشرين مختطفاً من أهالي كفرية والفوع كانوا محتجزين في ريف إدلب بينهم أربعة أطفال جرحة وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق إخراج الأهالي من البلدتين نحن متوجدين بالمجموعة من كفرية والفوع الذين احتجزتهم المجموعات المسلحة في ريف إدلب الشمالي هذه المجموعة هي عبارة عن عشرين شخص ستة نساء وستة أطفال منهم أربعة أطفال دون الاثنى عشر عاماً هم مصابين أيضاً هناك جثمين لثمان شهداء إذن اليوم هذه العملية هي تتم عبر لسيما عملية التسويق والمصالحة باتجاه بلدتين كفرية والفوع بريف إدلب الشمالي نحن معرفنا لوين رحنا ولوين جينا بس وقت اللي وصلونا لهني كي قالوا نحن بأمنية إدلب والحمد لله الله فرج علينا نحن طلعنا من الشيء أربعة شهر ونصف قريباً ونأثرنا معرفته بأمنية إدلب تمت هالقصة وإن شاء الله بتتم كمان لأهلينا نحن هلا سمعنا إنه كمان أهلي كفرية والفوع عبدها تصير إنه مشان كمان يكملوا العملية إن شاء الله بتتم ونرجع يعني منشوف الناس اللي منشتائي لهم هلا اليوم نحنا عم نستنده مشان نروح نشوف أهلينا لأني كدير شتقنا لهم ضليت ثلاث شهور مسجون أنا وتعذيب وأكل أليل أيو الحمد لله رب العالمين فضل الجيش خوات مسلحة أنا طلعك الحمد لله لا يكتن مشاهدة كثير من فرحة بخروج أهلي تصبرنا الله مع الصابرين وإن شاء الله فرج قريب وليد هنعي الإخبارية السورية بدأوا تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج الأهالي من بلدتي كفرية والفوع في ريف إدلب المحاصرتين منذ أكثر من سنتين من قبل التنظيمات الارهابية الاتفاق يقضي بإخراج الأهالي من كفرية والفوع باتجاه مدينة حلب وبالتوازي مع خروج المسلحين وعائلاتهم من الزبدان ومضايا إلى مدينة إدلب تحية لكم مشاهدي الإخبارية السورية نحن هنا على مداخل بلدة مضايا في ريف دمشق الغربي حيث من المقرر أن تبدأ اتفاقية إخلاء بلدتي الفوعة وكفرية في شمال إدلب المحاصرتين من قبل المجموعات الارهابية وبالمقابل إخلاء بلدتي مضايا وبقين من المجموعات الارهابية المسلحة وعائلاتهم الاتفاق ينص على إخراج جميع المسلحين وعائلاتهم من أربع مناطق هنا في الريب الغربي لمدينة دمشق وهي مضايا وبقين والزبداني والجبل الشرقي إضافة إلى ذلك إخلاء أكثر من ثمانية ألاف مدني كمرحلة أولى من أطفال ونساء من بلدتي فرية والفوعة حتى اللحظة ما نفذ من الاتفاق الذي بدأها فجرة اليوم هو عبارة عن تسليم المجموعات الارهابية المسلحة في شمال إدلب لوحدات الجيش العربي السوري وعبر الهلال الأحمر لأربع أطفال وثمانية نساء وثمانية شهداء للجيش العربي السوري ليبلغ العدد لحدود العشرين شخص منهم أطفال وصلوا إلى حلب وإلى مركز الإقامة في جبرين بالمقابل تم الإفراج من بلدتي فرية والفوعة عن أسرى تابعين للمجموعات الارهابية المسلحة والعدد تسعة عشر شخصا بينهم جثمان واحد أو جثة واحدة لأحد قتلى المجموعات الارهابية المسلحة طبعا يبدو معي في الصورة تجمع لعدد من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري والتي ستقوم بنقل بنقل المسلحين وعائلاتهم إضافة لدخول إلى داخل بلد المضايا أكثر من تسعين حافلة ستقل معظم المسلحين وعائلاتهم في مساء اليوم ومن ثم يتم تنفيذ البنود الاتفاقية تباعا خلال الأيام المقبلة كنت معكم أنا ربيع ديبي ومن خلف الكاميرا عدمان جمعة من مداخل بلد المضايا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي يبحثان القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا وبخاصة منع تكرار العدوان الأمريكي على سوريا وأفاق التعاون بين موسكو وواشنطن لتجنب المواجهة بين البلدين التفاصيل مع يحيى كوسا المباحثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون تركزت حول جميع القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا وخاصة منع تكرار العدوان الأمريكي على سوريا وأفاق التعاون بين موسكو وواشنطن لتجنب المواجهة التي كانت قاب قوسين أو أدنى أثناء العدوان الأمريكي على قاعدة الاشعيرات الجوية ورغم ما أثاره العدوان الأمريكي على سوريا من غضب إلا أن الردود الروسية تتصفت بالهدوء والاتزان وأعلنت موسكو مواقفها بصريح العبارة على لسان الرئيس بوتين بأن سوريا تخلصت من الأسلحة الكيميائية وأن روسيا ستواصل دعم الحكومة السورية كما وصف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الدعوة الأمريكية للتخلي عن دعم الرئيس الأسد بأنها سخيفة بمثابة دعم للإرهابيين أما المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا فقد أكدت أن الوضع تفاقم في سوريا بعد الضربات الأمريكية على الاشعيرات وأن موسكو ردت على العدوان بتعليق العمل بالمذكرة المتعلقة بتنصيق الطيران في سوريا الضربة الأمريكية ضد سوريا تمثل تحديا خطيرا للأمن الأقليمي والدولية والوزير لافروف سيدرس مع وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في موسكو خطوات مشتركة لتقليل تبعات العدوان الأمريكية على سوريا إذن هناك القسام في الغرب خلال قمة السبع الكبار حول خطط ترامب في سوريا في مقابل وضوح الموقف الروسي الذي يدعو إلى إجراء تحقيق موضوعي باستخدام مواد السامة في خانشخون بالإضافة إلى استعداد محور المقاومة وروسيا للصمود في وجه الغطرصة الأمريكية الجالية السورية في روما تقيم وقفة تضامنية مع الشعب السوري ومنددة بالعدوان الأمريكي على مطار الشعيرات بريف حمس مراسلة الإخبارية جودي يعقوب والتفاصيل نظمت الجالية السورية في إيطاليا مع الجبهة الأوروبية للدفاع عن سوريا وحزب الكازاباوند وجمعية السوريد الإيطالية وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما احتجاجا على الاعتداء الأخير على سوريا والذي جاء محاولة من واشنطن لرفع معنويات الإرهابيين بعد التقدم المستمر للجيش العربي السوري على الأرض وأكد المشاركون الذين حملوا الأعلام الوطنية على أن المؤامرة على سوريا قد فشلت في تحقيق أهدافها بفضل تلاحم الشعب مع الجيش في دفاعه عن وحدة أرضه وطرده للإرهابيين أسر خير نحن نجينا اليوم لهون لحتى نرفع الصوت أمام الغطرس الأمريكي أجل هذه الهجمة للجبان على سوريا والذي نوضح للعالم أنه اللي بده يدافع عن السلام واللي بده يحارب ضد الإرهاب لازم يوقف مع الجيش السوري مش يقصفه نحن هنا وأمام سفارة الأمريكية في روما لأن الأمريكيين ضربوا سوريا ولأن سوريا هي الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب نحن نقول لا للتدخل الأمريكي في سوريا ولا للدعم الأمريكي للدول التي تدعم الإرهاب حتى تبرر أفعال إسرائيل والسعودية وقطر جنا لنقول لهم كفوا يدكم عن سوريا لا للإرهاب لا تدعم بأنكم تهاربون الإرهاب وأنتم الإرهاب نفسه جنا لنندد بالضرب على مطار الشعيرات في سوريا والتدخل الأمريكي في الشؤون السورية كفوا يكن عن سوريا كفى إرهابا تحيا سوريا وياحيا الجيش العربي السوري نحن هنا حتى نتظاهر ضد الضربات الأمريكية على الأراضي السورية ولدعم الشعب السوري والجيش السوري الذي يدافع عن أرضه ويدافع عن العالم كله ضد الإرهاب ونحن الإيطاليين والجبهة الأوروبية والجالية السورية في إيطاليا والكازاباوند والتعبير عن تضامننا مع الجيش والشعب السوري والرئيس بشار الأسد كما ندد المشاركون بمحاولات التدخل في الشؤون السورية لأن الشعب السوري هو الوحيد الذي يقرر مصير بلده فقط ولن يسنيه أي شيء عن الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعمه السوريون في إيطاليا عبروا بصوت عال عن رفضهم للعدوان الأمريكي مؤكدين وقوفهم إلى جانب قائدهم وجيشهم الذي يحارب الإرهاب العالمي لوحده وعد سامنا اليوم ما هو إلا رسالة لدعاة الإرهاب وداعمه ارفعوا أيديكم عن سوريانا فإننا لا نخشى إرهابكم مهما فعلتم جودي عقوب للإغبارية السورية من أمام السفارة الأمريكية في إيطاليا روما ميدانيا عمليات الجيش العربي السوري مستمرة في محيط تدمر لتطهيرها من الإرهابيين وإنجازاتهم جديدة من قدال السيطرة على مواقع استراتيجية جنوب غربية تدمر التفاصيل في تقرير أسامة ديوب نحن الآن نتواجه على طريق عام تدمر الصوانخ نفس دمشق والذي سيطر عليها الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة كما تمت السيطرة أيضا على محطة بحوث الأغنام وقصر الحلابات الواقع جنوب غرب تدمر بعد السيطرة على هذه النقاط قامت مجموعة الهندسة بتأمين الطرق والممرات للوصول بسلامة إلى هذه النقاط وتفكيك جميع الألغام والعبوات الناس فيه المتواجدة عليها وتم تأمين هذه المنطقة من هذا المحور التقدم جاء بغطاء جويا ومدفعيا كثيف أضعف قدرة التنظيم على صد الهجوم في متابع سلاح الجو ضرب الخطوط الخلفية للعدو وملاحقة فلول المنهزمنا من عناصر التنظيم موقعا في صفوفهم الخسائر كبيرة في العتادي والأرواح منطلقت مجموعات الرصد لتحديد كميات أو أعداد المسلحين الموجودة وكميات السيارات الموجودة والآليات الموجودة كان هدف العملية هو السيطرة على هي المساحة تم التقدم باتجاه المقالع لأنه هي تلة حاكمة بعدها بتبلش البادية السورية بالظهور بشكل أوضح يوجد قدام المقالع مزرعتين لتطوير النخيل هي اسمها مزرعة الحنكات سيطرنا على المقالع مقالع السكري وخرائب السكري ومدمار سباق الهجم عملية تأمين محيط مدينة تدمر استكملت متابعا الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى ردفة عملياته العسكرية باتجاه شرق البادية موسع نطاق سيطرته بعد عملية نوعية من ثلاثة محاور تمكن خلالها من السيطرة على منطقة مقالع السكري جنوب شرقي تدمر وكذلك على مضمار الهجن ومزارع الحنكات وقصر الحلابات وعلى طريق تدمر الصوانة خنيفس ايضا سيطرت وحدات الجيش العربي السوري على نقطة السريتيل وعلى عدد من النقاط الحكيمة على جبل الهبتر جنوبي غرب تدمر هذا الجبل استراتيجي ومع سيطرت الجيش العربي السوري على طريق عام تدمر الصوانة خنيفس يكون بذلك قد قطع طرق امداد تنظيم داعش من منطقة الصوانة باتجاه العباسية جنوبا ومن منطقة الصوانة باتجاه حق الأرق شمالا تكتيك عسكري جديد يعتمد الجيش العربي السوري بقطع خطوط امداد تنظيم داعش ما مكن الجيش من احراز التقدم من عدة محاور تمهيدا لتطهير منطقة الصوانة وخنيفس من رشس تنظيم داعش الارهابي لخبارية السورية أسامة ديوب ريف تدمر رئيسة مجلس الشعب دكتور هدي عباس تدعو في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي برلمانة العالم إلى إدانة العدوان الأمريكي الهمجي على سوريا مشيدة بالدورة التي تلعبه روسيا ومساندتها للشعب السوري في حربه الضدرهاب سياسيا وعسكريا مرسلة الإخبارية لبنى فياض والتفاصيل ألقت رئيسة مجلس الشعب الدكتور هدي عباس كلمة أمام مجلس السيناتورات الروسي بحضور رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي فالنتينا مادفينكا وخلال الكلمة أكدت عباس أن الإنجازات التي حققناها معا في مواجهة الإرهاب الدولي شكلت منعطفا في سياق الحرب على الإرهاب من خلال تقويض قدرات الإرهابيين ودحرهم من مناطق واسعة لكن للأسف هناك من يسمي الإرهاب معارضة وينسق مع الإرهابيين ويبرر إجرامهم بحق السوريين ويعملوا على تبرئتهم في الأوساط الدولية ويقدم الدعم المادي والسياسي لهم فهؤلاء لا يمكن الحوار معهم لأنهم لا يشكلون طرفا سياسيا بل هم أدوات إرهابية ينبغي عزلهم وملاحقتهم ومحاكمتهم بموجب القوانين الوطنية والدولية كما أجرى الوفد البرلماني السوري لقاء في مجلس الدوم الروسي بحضور السفير السوري الدكتور رياض حداد ورئيس مجلس الدوم الروسي الذي أكد على ضرورة إجراء تحقيقات موضوعية بإدعاءات الولايات المتحدة حول قضية الكيماوي كما أكد ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين سوريا وروسيا وأن الدوم الروسي يدعو برلمانات العلاقات سوريا والاطلاع على الواقع عن كثب برلمانات السورية أشار الجانب السوري أنه لا يوجد أسلحة كيميائية في سوريا وهذا الاستغزاز العمل الاستغزازي المسؤولون عنه الموارد واللهابيون الذين مقلوا الأسلحة الكيميائية على الكمية مع السوريا ودبروا هذا الاستغزاز من أجل إياتات التبرير والبطأ السرقية الأمريكية ونحن نعتقد أنه مقبلة الإخدام على أي ضربات أو أي تحركات مثل ذلك لا يمكن التوضيح الأمم ومن السوريا والمتحدة هما في الوقت منهما أمم المتحدة ومن المنظومة الكيميائية هناك الأديات المناسبة لكشف وتوضيف الصورة والإعطاء الصورة البرلمانية خلال المؤتمر الصحفي أكدت عباس أننا منفتحون على كافة البرلمانات الدولية بما فيها الأمريكية إضانة العدوان الأمريكية على سوريا وتوحيد الجهود البرلمانية أهم نتائج لقاءات الوفد البرلماني السوري إلى روسيا للإخبارية السورية من موسكو لبنى فياض لا شك في انحياز الإعلام الغربي للإرهابيين وخاصة في مسألة الكيموي بمدينة خان شيخون في محافظة إدلب لكنه اليوم يفقد أوراقا أخرى من جعبته المهنية والأخلاقية التفاصيل في التقرير التالي الإعلام الغربي يفقد أوراقا أخرى من جعبته المهنية والأخلاقية خاصة بعد تورطه بحملة المزاعم بشأن قصة الكيميائية في خان شيخون الشاهد الملك في تلك القصة هو إرهابي متورط باختطاف صحفيين بريطانيين سحبت منه رخصة مزاولة الطب في بريطانيا وأخوه مقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي الدكتور شجو الإسلام أو الشاهد الملك في تغطيات وسائل الإعلام الغربية حول الاتهامات التي سيقت ضد الحكومة السورية لم تبقى وسيلة إعلامية مولعة بالفبركة الكيميائية إلا ونقلت شهادته ومنها عشرات من الصحف والتلفزيونات سارعت لنقل تغريدات وفيديوهات إرهابيا متورط بخطف صحفيين بريطانيين في سوريا وقد اعتقل ثلاثة عشر شهرا في بريطانيا وسائل الإعلام الغربية لاحقت بالتفصيل أخبار محاكمته بتهمة اختطاف مصور بريطاني وصحفي هولندي سيف العام 2012 إلا أن تلك الحقيقة لم تمنعها من إراد شهادته في سياق حملتها الدعائية ضد سوريا العديد من الصحف البريطانية تنبهت لتلك الفضيحة ونشرت ذصن وديلي ميل أخيرا عن هوية ذلك الإرهابي بعد أن كانت قد تبنت في تقاريرها روايته وكذلك فعلت نيويورك تايمز ولمناقشة آخر التطورات ينضم إلينا في استيديو الرئيسية الكاتب والإعلامية الأستاذ أحمد صوان مرحبا بك أستاذ أحمد اليوم يعني فشل الغرب مجددا في تمرير أي قرار يدين سوريا اليوم تلويح روسيا باستخدام الفيتو كان له الدور الأساسي برأيك لا هو واضح تماما أنه يعرفون الذين تقدموا حتى في مشروع القرار يعني ليس فقط هذا اليوم أيضا في مرتين سابقتين يدركون تماما أنه هذا مشروع القرار ساقط وبالتالي لا يمكن أن يمرر بالفيتو الروسي أو الفيتو المزدوج الروسي والصيني لكن هم يعرفون ذلك ومتعمدين على أن يتم طرح النقاش لأنهم يريدون تسجيل مواقف وبالتالي هذه المواقف في هذا الوقت وللإحاء على أن صوتهم ما زال مسموعان ما زال لديهم مواقف خشبية وبالتالي سقط عليها الزمن متوهمين جدا على أن هناك من يمكن أن يصغي لمسأل هذه المواقف الرد الروسي والرد السوري داخل المجلس كان هاما جدا فيما يتعلق بهذه المواجهة وهذا الاستقطاب وكاننا الآن فعلا نحن أمام نزال سياسي غير مسبوق كان هناك تحديد اليوم للدور البريطاني اليوم الجعفري وسافرانكوفا جهة كلاما شديد للهجة باتجاه اليوم الدور البريطاني هل يختلف؟ لا أنت لاحظ تماما أنه كان هناك زيارة متوقعة لوزير الخارجية بريطانيا إلى موسكو لكنه ألغاها رئيس الوزراء يقال بأنها لكن رئيس الوزارة لا رئيس الوزارة هي تحدثت أيضا بعكس ما يتحدث في وزير الخارجية وهذا ما يثير فعلا إلى أن هناك في مواقف متناقضة وبالتالي في فوضى في التصريحات نعمل فعلا أن يستمر هذا الشرخ فيما بينهم فيما يتعلق بالنظرة أو بالرؤية أو بالتوجه أو المسار ترى هناك خلاف اليوم داخل دول غربية دول غربية في بيان المجموعة 7 كان واضح تماما أنه في توجه للنحو حل السياسي وبالتالي لكن البريطانيين أو بالأحرار تحديدا وزارة الخارجية البريطانية باستمرار هي تابعة يعني مايتريزا كانت واضحة تماما على أنه وانتقدت وزير خارجيتها وقالت أن هذا موقف ليس موقفا بريطانيا وهناك من بدأ يقول على أنه اضطر إلى سحب ما تحدث وخافت من أن يقوم بتصعيد الوضع يعني هناك أطراف يعني ما زلنا فعلا أمام نوع من عملية الخلطة العجيبة الغريبة وبالتالي في فوضى فعلا في المواقف نأمل على أن تكون فوضى بناءة اليوم الأجمال الأمريكي على سوريا أنام يخلط كل هذه الأوراق هل بإمكاننا اليوم التحدث عن أن هناك بعض الدول الغربية تدعم أي حل سياسي في سوريا يعني لا يمكن أن نقفز عن التبعية الأوروبية حيال الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يعني نوع من وهذا واضح تماما فيما يتعلق بالسياسة الأوروبية عموما بشكل لكن عندما يخرج أحد عن النص يعني يواجه في هذه المسألة لكن مع هذا التداعيات والتفاعلات مازالت قائمة فيما يتعلق بالعدوان الأمريكي يعني العدوان السافر فعلا وجريمة حرب بكل المقاييس والموازين باستهداف مطار الشعيرات لكن أنا بالنتيجة حتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن هناك في كثير من المواقف المختلفة وبالتالي نجد تماما أنه بعد إفشال العدوان بالأساس وهضمه واستعابه أو احتوائه من قبل سوريا ورفع الوتيرة الدبلوماسية المنطقية الروسية نجد أنه ترامب لم يتحدث عن هذا العدوان يعني صدرت بعض التصريحات عن وزير دفاعه فيما يتعلق أنه الدفاع لم يجرؤ أن يقول أن هناك ضربات أو بالأخرى عمليات قصر جديدة زيارة اليوم وزير الخارجية الأمريكي تيدرسون إلى روسيا يعني جوهر لقاء بين لافروف وتيدرسون يتمحور حول منع تكرار هذه الضربات الأمريكية اليوم برأيك موسكو قادرة فعلا على لاجم واشنطن وإدارة ترامب على وجه الخصوص بمنع اعتداءات أخرى روسيا ما زالت تلجأ فيما يتعلق بإمراج موقفها وبالتالي بهذا الموقف الزكي المنطقي والموضوع والذي أحرج واشنطن طماما تستند إلى الحق تستند على أن حماية سوريا وبالتالي الدفاع سوريا عن نفسها ضد الإرهاب والإرهابيين والنقطة الأخيرة هي ما زالت حتى هذه اللحظة رغم هذه العربة الأمريكية إذا جازت تعبير تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون شريكة لها طالما تدعي أن الحل السياسي قائم وبالتالي هي ستقاوم الإرهاب أو بالأحرصة تكافح لإرهاب النقطة الهامة بهذه المسألة جدا أن الولايات المتحدة أن الروسيا لا تريد أن تكون أمريكا خصما فيما يتعلق مع هذا كان في رفع سقف في هذا التحدي الدبلوماسي الأمريكي بإلغاء مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالسلام الجوية نقطة مهمة بتزويد سوريا بمنظومة دفاع جوية هامة جدا أيضا فيما يتعلق بهذه الحالة وبالتالي التأكيد يعني زيارة تيلرسون أنا بأعتقادي لا أدري أنا استمعت الآن بالأنباء بوتين الرئيس بوتين استقبل تيلرسون روم أنه لم يكن على جدوى العماله وأعلنت روسيا على أنه لا لقاء مع الرئيس بوتين من قبل تيلرسون لكن إذا تم هذا اللقاء أنا أقول هذا يعني أنه هناك نوع من عملية التفاهم التي ترضى عنها روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق تحديدا بما بعد العدوان الأمريكي على سوريا نعم الأستاذ أحمد صوان الكاتب والعلامي كنت أضيفي في استدوى الرئيسية شكرا لك شكرا تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين وشكرا للأخبار أعلم بك سيد أحمد شكرا تحياتي لك شكرا تحياتي لك شكرا 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 لك من أبناء المخيم ومناصري حركة فتحة دعما لقرار الحسم العسكري ضد مجموعة الإرهابي بدرة يشار إلى أن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بدأت قبل أربعة أيام وأدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من أربعين على الأقل إضافة إلى إحراق عدد من المنازل وتهجير عدد كبير من سكان المخيم باتجاه صيدة الرئيسية مستمرة وفيها بعد الفاصل الأمام المتحدة تدق ناقص خطر المجاعة في اليمن وإفريقيا من جديد أهلا بكم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين من القدس المحتلة والضفات الغربية وداهمت بعض المنازل وفتشتها وعاست فيها تخريبا ووكالة وفاة الفلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مدينة القدس ونائبا مقدسيا من مكان إقامته بمدينة البيرة واستولت على بعض مقتنياته الشخصية كما اعتقلت شابان وفتيين من مخيم الادهيشة وقرية حسان في بيت لحم وآخر من بلدة دورة بالخليل وكثفت حواجزها العسكرية على مداخل قرى وبلدات المحافظة مدينة على وشك الانهيار وسكان على وشك التشرد وتراث وتاريخ وحضارة بأكملها باتت مهددة حفريات المتواصلة وسياسة الإهمال وعدم السماح بالترميم والإصلاح سياسة تهدف لإفراغ القدس المحتلة من أهلها وإحلال المستوطنين مكانهم للسيطرة عليها وتهويدها خليل إبراهيم والتفاصيل حذرت فعليات فلسطينية من الخطر الذي يحدق بالبيوت المباني التاريخية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة نتيجة استمرار حفريات الاحتلال المتواصلة أسفل البلدة والتي تحوي تراثا وتاريخا وحضارة كاملة الفعليات الفلسطينية اعتبرت أن هذه الحفريات تبرز حجم الخطر الذي يهدد مساحات واسعة من الأقصى والبلدة القديمة مؤكدة أنها سياسة تهدف إلى إفراغ القدس من سكانها المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم للسيطرة الكاملة على المدينة وتهويدها حكومة الاحتلال الصهيوني تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات جرائمها التي تجاوزت كل العراف والقوانين الدولية لا سيما بعد معوات عنصرية وتحريضية مما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم للمشاركة بأوسع اقتحامات للمجد الأقصى المبارك على الخط نفسه قوات الاحتلال بشرت بحنة اعتقالات واسعة وإبعادات عن المجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة بهدف الغاية نفسها الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة تواجه تحديا بتنصي معالمها بفعل عمليات التهويد وتزييف التاريخ والحضارة وتدمير الآثار والمعالم الإسلامية والمسيحية وعبرانتها برموز توراتية وتلمودية مجعومة أكد الباحث والكاتب الصحفي جوستافو موراليس أن التبرعات والهيبات المتدفقة من مختلف ممالك ومشيخات الخليج تمثل مصدرا أساسيا لتمويل تنظيم داعش الارهابي موراليس قال في مقال نشرت صحيفة دي بايت دي هوي الإسبانية قال إن الأبحاث والتحقيقات ذات الصلة كشفت أن نسبة التمويل لتنظيم داعش الارهابي والذي يأتي من السعودية وحدها يصل إلى خمسة بالمئة من حجم تمويله بشكل عام من خلال تبرعات وهيبات تصل من أكثر من نصف مليون متبرع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من مخاطر تضاعف عداد الوفيات الناجمة عن الموت جوعا بين سكان مناطق النزاعات والجفاف في القرن الإفريقي ونيجيريا واليمن التفاصيل مع رنا حيدر دقت الأمم المتحدة نقص خطر المجاعة في عدة بلدان معللة سبب ذلك بنعدام الأمن وصعوبة الحصول على المساعدات وانهيار الاقتصاد والنزاعات الداخلية والجفاف أسباب ضعفت أعداد الوفيات الناجمة عن الموت جوعا بين السكان في القرن الإفريقي ونيجيريا واليمن أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حذر من تزايد خطر حدوث وفيات جماعية بسبب المجاعة في القرن الإفريقي إضافة إلى اليمن ونيجيريا مشيرا إلى أن هذا الخطر في تزايد في ظل الجفاف الذي يؤثر أيضا على العديد من البلدان المجاورة فضلا عن نقص التمويل الذي أصبح كبيرا وبما قد لا يمكن معه تجنب الأزمة الإنسانية في المنطقة والتي قد تكون أسوأ من عام 2011 اليمن يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم نتيجة عدوان النظام السعودي حيث يعاني 17 مليون شخص من الجوع أي ما نسبته 60% من سكان هذا البلد الذي أنهكه عدوان نظام الرياض أما في شمال نيجيريا فيواجه سبعة ملايين شخص حاليا نعدام الأمن الغذائي ويتفاقم الوضع في شمال شرق هذا البلد حيث معقل جماعة بوكوحران الإرهابية الأمم المتحدة دقت نقوص الخطر فهل من دول ستستجيب له لننتظر ونره مهما حاول الرئيس الأمريكي تجميل أخطائه وإخفاء عيوبه فإن أفعاله تفضحه وبسرعة التفاصيل في التقرير التالي منذ تولي دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة تولت سقطاته وتراكمت أخطاؤه على الصعيدين الداخلي والخارجية وهو ما يؤكد أنه يقود مغامرات غير محسوبة تنال من سمعة بلاده فبعد وصف البيت الأبيض للغارة والإنزال الجوي في اليمن ضد أهداف لتنظيم القاعدة الإرهابي بأنه إنجاز أدى إلى مقتل متطرفين اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بأن عمليتها أدت إلى مقتل مدنيين وزارة الدفاع الأمريكية نشرت فيديو قالت إنه للعملية العسكرية في اليمن فيما تبين لاحقا أن الفيديو منشور على الإنترنت عام 2007 قبل أن يقوم البنتاجون بحذفه في وقت لاحق كما أثار احتجاز السلطات الأمريكية لطفل من أصل إيراني يبلغ من العمر خمسة أعوام الكثير من ردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية وأقدم الصحفيون على السؤال المتحدث باسم البيت الأبيض عن الخطورة التي يمثلها الطفل باحتجازه لساعات طويلة دون وجود والدته معه حيث برر ذلك بأنه قد يشكل خطرا أمنيا وفي أحدث السقطات اعتبر البيت الأبيض قرار قاضي السياة الألفدرالي بوقف قرار ترامب بمنع المهاجرين وحملة التأشيرات من دخول أمريكا بأنه مخزن قبل أن يقوم بوقت لاحق بالتراجع عن ذلك وحذف الكلمة من البيان وليس بعيدا عن الأخطاء الكارثية لترامب أعلن إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي أن ابنة ترامب إيفانكا أثرت على قرار أبيه بشأن العدوان على سوريا موضحا أن الرئيس الأمريكي أعطى الأمر بانفعال ذلك الإقرار وثار ردود أفعال في الصحافة العالمية إذ أن اتخاذ قرار بالعدوان على بلد آخر تم بتأثيرات وجلسات عائلية وليس بناء على المصلحة الأمريكية تتوالى سقطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتتراكم أخطاؤه داخليا وخارجيا أشتاق هذه الليلة مع هذا الهاشتاق نصل إلى ختام هذه النشرة الرئيسية تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين موسيقى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور بشار الجعفر يقول إن بريطانيا بدأت تبحث عن دور متطرف بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي موسيقى والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج أهالي كفرية والفوعى المحاصرتين وخروج المسلحين وعائلاتهم من الزبدان ومضايا موسيقى ورئيسة مجلس الشعب تدعو أمام مجلس الاتحاد الروسي برلومانات العالم لإدانة العدوان الأمريكي موسيقى قدمناها لكم من قناة الإخبارية السورية في دمشق دمتم بأمان الله موسيقى موسيقى